أهلاً وسهلاً بكم مجدداً أحبتي طلاب الصف الثامن في وحدة جديدة تحمل في طياتها فن الرواية بعد أن تعمقنا وتوسعنا في فن القصة وفن المناظرة في هذه الوحدة سوف نسلط الضوء على فن الرواية والمقال التحليلي الخاص بالرواية سوف ندرس معاً رواية بعنوان كوخ العمتوم تلك الرواية التي كانت الأكثر مبيعاً في القرن التاسع عشر ويعود سبب شهرة الرواية وانتشارها إلى أنها تحاكي صميم الواقع الذي عمل ولايات المتحدة الأمريكية في القرن التاسع عشر والذي كان محوره الاستقرار والاستعباد والمتاجرة بالعبيد وقد شغلت القضية جزءاً كبيراً من الحياة في ذلك القرن وأثارت مواجهات عنيفة بين دعاة إلغاء الرق ومعارضيه وينسب إليها أنها ساعدت في تأجيج قضية المطالبة بإلغاء الرقيق بالنسبة لهذه الرواية فقد ساهمت المسرحيات التي اقتبست منها في تشكيل صورة نمطية عن السود والتي لا يزال الكثير منها موجوداً حتى اليوم ومن تلك الصورة النمطية لمامي وهي مربية ذات بشر سوداء وصورة نمطية للأطفال السود وصورة نمطية للعب توم وكذلك الخادم المطيع الذي على الرغم من معاناته الشديدة إلا أنه يخدم سيده بأمانة أما أحبت الطلاب بالنسبة لشخصيات هذه الرواية والتي سوف نتحدث عنها خلال هذه الوحدة بالتفصيل من خلال التعرض لأجزاء المقال التحليم المقدمة بعد ذلك للزمان والمكان وشخصيات الرواية فقد كان شخصية العام توم هو الشخصية الرئيسة في الرواية فقد كان عبداً مسيحياً نبيلاً طالت معاناته ومع ذلك أصبح اسمه في السنوات الأخيرة صفة موجهة نحو الأمريكيين الأفاريقى المتهمين بالبيع للجض أرادت ستو أن يكون توم بطلاً نبيلاً وشخصاً يستحق الثناء وأبرزت ذلك طوال الكتاب دون أن يكون موضع استغلال يدافع عن معتقداته بالنسبة للشخصيات الثانوية في هذه القصة فقد كانت شخصية إليزا العبد الخادمة الهاربة الشخصية للسيد شيلبي التي هربت إلى الشمال مع ابنها هاري البالغ من العمر خمس سنوات بعد بيعه للسيد هايلي وجدها زوجها جورج في النهاية وهي وابنها في أوهايو وهاجر معهما إلى كندا ثم شخصية إيفا شخصية إيفا سانت كلير هي ابنة القديس أغسطين والتي تدخل في القصة عندما يسافر العم توم على متن باخرة إلى نيو لبيع هاوي وينقذ الفتاة البالغة من العمر خمس أو ست سنوات من الغرق بداخل السفينة بعد ذلك إيفا تتوسل إلى والدها أن يشتري توم ويصبح المدير الفني لمنزل سانت كلير يقضي معظم وقته مع إيفا غالبا ما تتحدث إيفا عن الحب والتسامح وتقنع الفتاة الرقيقة بأنها تستحق الحب وفي النهاية تصاب إيفا بمرض غضال وقبل أن تموت أعطت خصلة من شعرها لكل العبيد وأخبرتهم أنه يجب عليهم أن يصبحوا مسيحيا حتى يتمكنوا من رؤية بعضهم البعض في السماء وعلى فراش الموت أقنعت والدها بإقناع بإطلاق سراحتهم لكن الوعد لم يتحقق أبدا بسبب الظروف لابد أن تعرف عزيزي الطالب أننا في هذه الرواية سوف نتطرق لدور الأدب في التعبير عن معاناة الشعوب وارتباط الأدب في الواقع هذا بالإضافة إلى أننا سوف ندرس عتابات الزمان والمكان في الرواية على ذلك ناز خط سير الأحداث والوعاء الذي تتفاعل فيه أحداث هذه الرواية ثم سننتقل إلى الشخصيات بتحليل محوري لها بعد ذلك من الممكن أن ننتقل للعنوان والعقدة والحل والأساليب الإنشائية إلى أن نصل إلى خاتمة العمل الأدبي وهكذا أحبتي طلاب الصف الثامن خلال هذه الوحدة سوف يكون التقييم النهائي الخاص بك مقالا تحليليا حول رواية روخ العم توم أتمنى لكم عاما مسمرا مليئا بالحب والخير والعطاء إلى اللقاء